أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين نحن في رحاب سورة يونس عليه السلام وهذه الآيات التي نتلوها والآيات التي تلوناها في الليالي السابقة احتجاجات مفصلة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض مشركي مكة هذه الاحتجاجات كانت في التاريخ البشرية مستمرة أيام الأنبياء الصالفين وفي زمن نبينا وإلى اليوم هذه ليست جديدة ولا تبقى جديدة بل تتكرر دائما صراع بين الحق والباطل بين الفكر الصحيح المبتني على العقل والفطرة وبين الأفكار الباطلة التي ليس لها داعم من الفطرة والعقل ولكن الأنبياء مبتلون بها كانوا وفكرهم أيضا مبتلى به في هذه الأيام من تلك الاحتجاجات بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين هذه الآية الأولى نقرأها ثم نبدأ بتفسير آية آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون صدق الله العلي العظيم خب هذه الآية تركز على الأفضلية لمن عقولنا تحكم علينا أننا إذا أردنا أن نهتدي إلى أي شيء في الدنيا يجب أن نهتدي بوسيلة شخص هو يستطيع أن يهدي هذا واضح بعد حتى في الأمور الجزئية أنا أريد أروح إلى منطقة أسافر إليها يجب أن أستفسر وأسأل من الذين يعرفون تلك المنطقة إما من أهلها وإما من الذين يعرفون الجغرافية يعرفون المناطق عندهم شركة سياحة وما أشبه أسألهم هل في هذا الوقت السفر مناسب إلى تلك المنطقة أو لا هل المال الذي عندي الإمكانية المالية تكفي أم لا هل الفنادق في وسط المدينة أو في جوانبها وهكذا الجو هناك كيف هل هي ممطرة أو غير ممطرة مثلا هذه من أبسط الأمور حتى إذا أريد أروح إلى منطقة وما أعرف تلك المنطقة أريد أشتري خبز لازم أسأل من أين أشتري الخبز فالذي يعرف الخبازين يدلني هذه أبسط الأمور العقل يحكم على كل إنسان يريد أن يعيش في هذه الحياة أن يستدل ويستفسر من العالمين من الذين لهم اطلاع عن الموضوع هذه قاعدة عقلية طبقها على العقائد طبقها على الرؤى على الأفكار على المبادئ هل هي حق أم باطل يجب أن تستفسر من الذين يعلمون لا من الذين لا يعلمون وهذا واضح بعد الآية تقول أنت تريدون هداية أو متريدون يا مشركي مكة ويا الذين الآن يستفسرون عن الحق هل تريدون الهداية أخو ميصر يقول ما أريد الهداية حتما يريد الهداية يعني أي واحد تسأل تريد تصير خوش آدم يقول نعم أريد أن أصير خوش آدم هل تريد أن تصل إلى الحق يقول نعم أريد أن أصل إلى الحق فإذا تريد أن تصل إلى الحق يجب أن تستفسر من شخص هو مهتدي إلى الحق إذا واحد هو ما دارس طب أنا شلون أروح عنده أعالج نفسي بمجرد أن يقول واحد مخلي قطعة وغير موثقة هل تروح عنده متروح عنده اتحقق حتى بين الأطباء أنت تستفسر أصدقان اللي يجون إلى مشهد يستفسرون عن الطبيب الأذكى الأحذق الحاذق الفاهم ليش العقل يقول لهم بعد العقل يقول له إذا تريد تروح إلى معالجة اسأل من الذين يعلمون تلك المنطقة من هو الطبيب الحاذق في كل الأمور هذا يمشي في كل الأمور واحد يريد يصير تاجر قبش يسوي يريد يصير كاسب في السوق واردات صادرات يسأل أي البضاع أحسن أن يجيب إلى الكويت مثلا فاللي يعرفون السوق يدلوه إذا هم اللي تسألهم ما يعرفون فكيف يدلوكم هذه خلاصة هذه الآية قل يا رسول الله قل للمشركين يعني هل من شركائكم شركاء منه يعني الذين جعلتموهم شركاء لله التعبير دقيق ما يقول شركاء الله لأن الله ما يعترف بشركاء يقول أنتو خليتو شركاء هذا تعبير بلاغي جدا لطيف يعني ديقول إين تخليت الشريك لله الله ما يقبل شريك يعني ما عنده شريك هل من شركائكم يعني من الأصنام إين هذا المفسرين اختلفوا قالوا شركاءكم منهم الأصنام فقط أم حتى المسيح عليه السلام أو حتى الجن أو حتى الملائكة لأن بعضهم كانوا يعبدون الملائكة كانوا يعبدون الجن كانوا يعبدون النجوم يعبدون الشمس يعبدون القبر وهكذا الأفضل أن نقول في هذه الكلمة شركائكم يعني الأصنام هل من شركائكم من يهدي إلى الحق الآن واحد يسأل عابد صنم عابد وثن يقول هذا الحجر اللي أنت تعبده هل هذا يدلك على الطريق أصلا يفهم شي يسمع يعي يتدبر يفكر ينطق حتما يقول لا لن يدري أنه حجر هذا وثن هو صانعة هل هذا يهدي إلى الحق الجواب شنو الجواب ما يجي هنا الجواب واضح يعني لا قل إذا قالوا هالشكل طبعا يقولوا لا قل الله يهدي للحق لأن الله عالم بضمائركم وعالم بكل تفاصيل ما خلق ومن خلق ليش إحنا أصلا نطيع الله يستفيد سؤال بين قوسين لماذا يجب علينا عقلا أن نطيع الله ليش سؤال واحد يسأل من نفسه الجواب جدا واضح لأن الله هو خلق كل شيء ويعرف تفاصيل خلقه خلقنا وخلق السماوات والأرض وخلق الجو وخلق الطاقات الموجودة في الجو وخلق النباتات وخلق الجبال وخلق كل شيء صح فالذي خلق أعلم بما خلق إذا واحد مثلا يمسو يفد اختراع تقول له أنت تعرف تفاصيل الاختراع يقول نعم لأنه هو المختراع هو مرتبة فالله يهدي للحق ليش لأنه هو الذي خلق فيعرف كيف يهدي وبما يهدي قل الله يهدي إلى الحق للحق بعدين السؤال الاستنكاري هنا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي يهدي يعني يهتدي أشرح ليش يهدي السؤال العقلي هذا اطرح على العقل الذي يهدي إلى الحق وهو الله أحق أن يتبع يعني يطاع أمن لا يهدي يعني أمن لا يهتدي أصلا هو حجر هو كيف تعبده أنت هذا لا يهديك إلى الحق فكيف تعبده أكرر أفمن يعني هل من فتفريع على الجملة السابقة أفمن يهدي إلى الحق من هو الله أحق عقلا فطرة عقلا أحق أن يتبع يعني تتبع قوانين دساتير أوامر نواهيه القرآن الذي أنزله أمن لا يهدي أمن لا يهتدي إلا أن يهدى يعني هو فقير هو عاجز هو صنم هو وثن هو حجر هو التمر أنت خليت الصلم بعدين تأكله كانوا يصنعون أصناما من التمر بعدين يجوعون يأكلوا خب أنت هذا الذي تعبده لا يهتدي إلا أن يهدى هنا العلماء يقولون أيضا إشارة إلى المسيح عليه السلام لأنهم عبدوا المسيح وقالوا أنه إله والعياذ بالله المسيح أيضا يحتاج إلى هداية الله أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عقلا يعني أمن لا يهدي إلا أن يهدى يهدي وأساسا يهتدي في اللغة العربية إذا جعلت فعلا في باب الافتعال يهتدي باب الافتعال افتعل يفتعل افتعال اهتدى يهتدي اهتدى بعدين تقدر تحول إلى الدال بدال أن تقول أمن لا يهتدي تقول أمن لا يهدي هذا تعبير في علم الصرف قرأنا هو هو يهتدي إلا أن يهدى يعني هو عاجز حتى عيسى بن مريم الذي تعبدونه هو عاجز أيضا لأنه هدايته بيد الله سبحانه وتعالى فما فما لكم كيف تحكمون ما لكم يعني شبيكم وان رايحين فما لكم كيف تحكمون يعني كيف تقابلون فطرتكم وعقولكم إذا عندكم عقول وما عندهم عقول كل الناس الله رزقهم العقول والفطر السليمة كما نقول دائما التلوثات في الدنيا والانصهار في الذنوب والمعاصي تصبح غشاوة على العقول مو معناة أنه مجبور يعني لا يصل إلى حد الجبر ليش ما يصل إلى حد الجبر لأن احنا شايفين في التاريخ وإلى الآن وفي كل يوم ممكن نشوف أن واحد في لحظة واحدة يقرر أن يصلح سيرته ينقلب إلى خير يصير حر ابن يزيدي الرياحي رضوان الله عليه كان قائدا في عسكر عمر بن سعد وشكيد مهم كان وشجاع في لحظة واحدة قرر معنى ذلك أنه ممجبور معنى ذلك أنه يستطيع حنظله وما أشبه من هذه القصص الموجودة في التاريخ حتى في زماننا هذا يستطيع الإنسان أن ينقلب إلى صالح من فاسد إلى صالح من كافر إلى مسلم إلى مؤمن هذا واضح فما لكم كيف تحكمون على أنفسكم هذا الحكم الذي تحكمونه على أنفسكم باطل والاستدلال جدا قوي من هذه الآية علماؤنا يستنبطون مسائل كثيرة منها رجوع الجاهل إلى العالم بين قوسين لماذا نحن نقلد المراجع الجواب نفس الجواب الذي نعطيه لماذا نروح إلى الطبيب رجوع الجاهل إلى العالم هذا هو من هذه الآية يستفيد العلماء في فقهم في مسائل فقهية أنه أفضل دليل عقلي لأننا يجب علينا أن نقلد في أحكامنا الشرعية العلماء والمراجع هو هذه الآية أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى الإنسان الذي يذهب إلى الطبيب ليش يذهب إلى الطبيب لأنه ما يعرف طب يريد يبني مؤسسة يريد يبني بناء بيت منزل ليش يروح إلى المهندس ليش يروح إلى المعمار وهكذا كل الأمور التي يتعايش معها فهذه قضية عقلية يعني قضية منطقية فالخطاب إلى المشركين أنتم الذين تعبدون هذه الأصنام هذه الأصنام هل توصلكم إلى الحق حتما يقولون لا نحن نعبد الأرواح هم هيش شكل كانوا يقولون يقولون هذه الأصنام اللي نعبدها كلامهم هذا طبعا كلام باطل أنا أيام اللي كرت أروح إلى بعض المناطق ما رجل أسماء بعض البلاد أستغرب من أنه أكو جامعات كليات في باب الجامعة في مدخل الجامعة والكلية أكو أصنام حتى المعلمين أو الأساتفة يجون يخضعون لهذه الأصنام بعدين يرحون يدرسون فأنا قعدت ويا واحد منهم يعني المفروض أنتو مثقفين أنتو دارسين واصلين لمرتبة من العلم شلون أنتو تقدسون هذه الأصنام هذه الأحجار قالوا لا هذه الأرواح والعقول الموجودة في هذه الأصنام هي التي نحترمها هذا شيء من وجاء هذه العقول في هذه الأصنام يعني شلون هذا الحجر صال عنده عقل أو صال عنده روح يعني شيء غير معقول يعني بس هذه عادة كان آباؤهم هكذا فتربوا على عقيدة آبائهم هذا الحكم باطل أساسا من الناحية العقلية الصور واضح صار الآية وكررها قل يا رسول الله قل لهم هل من شركائكم من يعني واحد من شركائكم هبل اللات عزة واحد من هالأصنام اللي مخليها في جوار الكعمة من شركائكم من يهدي إلى الحق يهديكم إلى الحق أكو الجواب لا قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي يعني لا يهتدي إلا أن يهدى هو عاجز حتى المسيح عليه السلام عاجز إذا يقدر يهدي بهداية الله يهدي هذه أيضا قضية عقائدية احد له من نقول أن الأنبياء يهدون الناس إلى الحق هم يهدون أو بهداية الله يهدون هذا يسموه بالتبعية مو بالأصالة هذا عين التوحيد أنا أقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأيم عليه السلام والأنبياء يهدون الناس إلى الحق هم يهدون بذواتهم أو بهداية الله حتما بهداية الله أفمن أمن لا يهدي أم إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون طيب كل هذه الأمور من وين تجي هذا يحتاج إلى التفصيل التفصيل قبل أن نقرأ الآية التالية شوفوا إخواني الإنسان في تصوراته وتصديقاته وإعقائده إما يتبع الوهم ثلاث أشياء التفتوا هذا جدا مهم إما أن يتبع الوهم وإما الظن وإما القطع شل الفرق بين هذن الأشياء الثلاثة الوهم يعني أي دليل ما إله توهم تخيل هذا يسمو وهم الظن شنو الظن شوية أكو بي رجحان يعني أنا مخير أن أذهب من هذا الطريق أو من هذا الطريق أكو طريقين طريق على اليمين طريق على اليسار التفتوا هذه قضية أقائدية مهمة الوهم شي يقول لي يقول لي ما أدري ما يقدر يقرر وهم عنده ما يدري منا أو منا ما يقدر يقرر الظن شنو الظن يقول لي هذا الطريق على اليمين كأنه أفضل من ذاك الطريق هسا شلون أفضل بالتجربة بالسؤال بالفحص تروح إلى جوجل مثلا شم يقدر بأي طريقة هذي يسمو شنو الظن بس مو مية بالمية واحد وخمسين بالمية هذي يسمو ظن يعني شوية أكثر من ذاك الثاني القاطعة شنو القاطعة مية بالمية تقطع بذاك الشيء عندك تجربة رائح خمسين مرة بهذا الطريق عندك من يرشدك كثير من الأمور تتراكم تقول لك هذا الطريق على اليمين مية بالمية أفضل من هذا الثاني في التجارة يجي في السوق يجي في السفر يجي في الزواج يجي يسألوننا مثلا شلون نختار بنت لأولادنا أو البنات اللي عنده بنت شلون يختار ولد لبنته الجواب شنو الجواب الوهم الترك الظن أيضا الترك لتصل إلى القاطعة انت بعد معذور العلماء في درس الأصول يقولون القاطع معذر معذر يعني شنو يعني اذا انت قطعت قاطع مية بالمية ان هذا الطريق صحيح ورحت وصدفة طلعه مصحيح انت معذور بعد مثال آخر اجيب لك الآن كأس ينهنانة كأس في الواقع فيه ماء وكأس ثاني فيه خمر مثال هذا هالأمثلة يجيبوها في الحوزات كأس فيه خمر وكأس فيه ماء طيب طاهر انت اذا تريد تشرب عطشان يريد تشرب الوهم مو دليل اليك الظن دليل اليك ايضا لا القاطع دليل اليك ليش لان القاطع معذر معذر يعني شنو يعني انت معذور يعني اذا شربت هذا الكأس وصدفة في الواقع كان خمر يعاقبك الله لا ليش لان قطعت قطعت وصلت الى اليقين مية بالمية هس شلون وصلت ذاك بحث اخر الوسائل التي اوصلتك الى هذا القاطع ذاك بحث اخر انت قطعت بان هذا ماء فشربته وطلع بيشنو طلع لأمو ماء هذا انت معذور معذر القطع معذر هذا التفصيل واضح فالوهم لا يفيد الظن واحد على وعلى الخمسين يعني واحد وخمسين بالمية انت ظننت بهذا ايضا مايفيد لانه يحتمل انه انت ما واصل الى حق القطع هو الذي يفيد ومعذر الله يقول انتم تدرون مشكلتكم شنو خطاب الى المشركين مشكلتكم انهم تصلون الى القطع يعني الذي يعتقد ان هذا الصنم التفتوا ان هذا الوثن هذا الحجر معبود اله يعبد وله روح وعقل شلون نواصل الى هذا هل هو وهم او ظن او قطع الجواب اذا ريد نعطيه درجة عالية نقول له ظن اما لا لازم نقول وهم هذا لان مو حق قطع ما توصل الى اصلا لان الحجر لا عقل له ولا روح له ولا سمع ولا بصر ولا نفع ولا ظر العقل يقول لك هذا فكيف تعبده هذا واضح صار نجي الى الاهية وما يتبع اكثرهم الا ظن الله يقول المشكلة انتم المشكلة للمشركين في ذاك الزمن وفي زمن الانبياء السابقين وفي زماننا كل الافكار الباطلة اتباع الظن يعني ما واصل الى القطع لان اذا واصل الى القطع العقل يقول له انت صحيح رايح لمن يراجع الى عقل يقول لا بعد شاك في الموضوع 51% ليش اكثركم يقول اكثرهم اكثرهم لان الناس المشركين والى اليوم الملحدين المشركين الكفار الذين يمشون في طريق باطل على قسمين قسم منهم حقيقة علماء يدرون ترى لسا ما اريد امثل بالطوائف الدينية حتى اللي تصير طائفية ولكن كل العلماء التفتوا كل العلماء الذين يسيرون في طريق باطل هؤلاء غير معذورين ليش ليش ممعذورين لانه يعرفون الامور يعرفون الحق من اللي معذور الاتباع معذورين يعني هؤلاء الذين شافوا علماء هم يقولون هالشكل آباؤهم عبدوا الاصلام هم ايضا يعبدون الاصلام هذول معذورين ليش لان اتبعوا الظن القاطع للعلماء عالة ولذلك في الايات القرآنية التهجم وفي الاحاديث ايضا على علماء اليهود والنصارى مو على الملة مو على الملأ وما يتبع اكثرهم اكثرهم يعني الناس العاديين الا ظن اقلهم يعرف انه على باطل خل ليش بيقول للناس لانه مناصبهم منافعهم مصالعهم كلها تروح كراسيهم نفوذهم يروح يروح هذا وما يتبع اكثرهم الا ظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا هذا قاعدة مفصلة في الفقه والاصول هل الظن معذر ام لا هل الظن يغني من الحق يعني يوصلك الى الحق لا الان انا اريد اروح هذا الطريق او هذا الطريق واحد وخمسين بالمية يقول لي هذا الطريق صحيح هل هو معذر لا ليس لأن ما عندي قطع ما عندي يقين اغلب الانحرافات التي تحدث في العالم سواء الجزئية العادية ام العقائد كلها اتباع الظن والظن لا يغني ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون الله يدري ذول الشي سوون هذه الآيات المباركة في سورة يونس هذه السورة المكية تشرح لنا مجابهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الكفار في مكة واليوم احنا نقدر نتعلم من هذه ايضا يعني عندنا لما نتباحث مع الملحدين مع المشركين مع الكفار مع الافكار الاصحاب الافكار الباطلة لازم نتكلم بعقلانية اذا هو منصف يقبل اذا مو منصف ما يقبل ويتبع الظن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا الى طريق الحق اما الموعظة الاخيرة كعادتنا في كل ليلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع خصال من عمل بها من امتي حشره الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من من يحب هذا الشيء ان يحشر يوم القيامة مع الانبياء مع الصديقين مع الشهداء مع الصالحين طبعا كله بعد الايمان الايمان شيء بعدين الاعمال سبع خصال ما هي فقيد وما هي يا رسول الله شنو هذا الخصال الصفات الاعمال السبعة اللي احنا اذا عملناها نحشر يوم القيامة في الجنة مع الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين فقال صلى الله عليه وآله من زود حاجا عجيب حاج يريد يروح الى الحج نفقته لا تكفي انت تروح تزود تزود يعني تعطيه زاد تعطيه مؤونة تساعد حتى يروح للحج شيء جدا سهل هذا السيد اللي يروح للزيارة شلون اذا واحد يروح للزيارة الامام الحسين ما عند احنا عندنا مشروع قايل للكم ما دي او لا مشروع اندز الزوار الى العتبات المقدسة في العراق كل اسبوع 44 نفر اندزهم مجانا لمن لا استطاعة له للذهاب الى العتبات ولم يذهب طيلة عمره شرطيا مجانا نوديهم طبعا الخيرين يساعدون نحن نوديهم مشروع جيد من زود حاجا يعطى زاد الثاني من اعانى ملهوفا ملهوف يطلق على كل واحد عنده مشكلة عنده مشكلة مع الدوائر الحكومية مع الشركاء مع السوق مع عائلته عنده مشكلة يعينه لرفع مشكلته هاي اثنين الثالث من ربى يتيما الله اكبر يتيم سابقا ما كانت هذه المؤسسات الخيرية اللي موجودة الان المؤسسات الخيرية على قسمين قسم ترعى الايتام في بناياتهم هذه صعبة جدا اكو في الايران في لبنان اكو اكو مؤسسات خيرية تعين يعني تعطوني فلوس للمؤسسة المؤسسة الخيرية تعطي للأيتام لامهاته قديما ما كان هالشكل كانوا يربون الأيتام يعني يجيبون للأيتام يودوا الى بيوتهم يربوا الى ان يكبر ومن ربى يتيما هاي ثلاثة وهذا ظالا ظالا في العقيدة او ظالا في اي شيء واحد تاية ما يدري شلون يروح الى السفر هذا يهدي هذا اخفوا الامثلة الظال الذي منحرف عقائديا واحد يهدي وهذا ظالا واطعم جائعا ايش قيل اكو جوعانين في العالم ما عندهم افطار يأكلون تدروا انتم هذا يطعمهم واروى عطشان عطشان انت تطيماي هذا العمل البسيط والسابع وصام في يوم حر شديد في يوم حر شديد يصوم اذا يقدر طبعا اذا ما عنده طاقة هو ما علي صيام هذه الامور البسيطة تجعل الانسان المؤمن يصل الى درجة ان يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حقيقة نشوفوا الاسلام مش قد حلو وجميل اذا المجتمع يعمل بهذه الصفات السبعة فقط تربية الايتام هداية الظالين تزويد الحجاج والزوار رعاية الايتام ما ادري ها الامور البسيطة اللي قرأناها السبعة المجتمع يصبح مزدهر لا حاجة اليه هذه الامور الاجتماعية التي يدعو الاسلام اليها يجب ان نطبقها في حياتنا في مجتمعاتنا بعض الناس موفقون الحمد لله يعملون بهذه الاشياء ويحشرون مع الانبياء اللهم احشرنا مع الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر